موسيقى الالاف من سكان النقب يعيشون حالة من الهلع في اعقاب نشر مسار السياح الكوريين الذين مكثوا في فندق بئر السبع حيث يعملوا نحو عشرين موظفا عربيا وزاروا موقع ابو محفوظ الاثري على مدخل تل السبع وموقع متسادة في منخفضات البحر الميت في منطقة الجنوب أولا مدرسة الفاروق الصفوف العاشرة بالأخص زارت قلعة متسادة في البحر الميت في تاريخ 12-2 وهناك كانت أربع فرق كورية زارت في نفس المنطقة ولكن الطبقة التي زارت هناك لم تتزامن في نفس الوقت مع الكوريين الذين أصيبوا بهذا الوباء حسب رأيه الفرقة التي كانت فيها طبعا المرض الكورونا تواجدت هناك ابتداء من الساعة الثامنة حتى الساعة الحالة عشر ومدرسة الفاروق وصلت حوالي الساعة الحالة عشر والنصف لم يكن هناك طبعا أي تقارب بين الطرفين وبين الفرق من مدرسة الفاروق والفرقة الكورية وتغيب أكثر من نصف الطلاب بمدرسة الفاروق الثانوية ببلدة كسيفه في النقب عن مقاعد الدراسة بعد النشر حول تواجدهم في المكان الذي تواجد به السياح من كوريا الجنوبية نحن طبعا بعد عدة مشاورات وبعد عدة مكالمات مع مزارة الصحة نحن نطمئن الأهل نطمئن جميع الأباء والأمهات أن المجموعة الأولاد التي كانت في متصادة قبل حوالي عشرة أيام كانت بعد خروج المجموعة الكورية التي كانت مصابة بالفيروس الكورونا بساعتين نحن بعد مكالمات مع وزارة الصحة مع وزارة التربية والتعليم الحمد لله لازم يكون عندنا اطمئنان تام أولا نحن نتمنى السلامة لأخواننا وأهلنا في قرية كسيفي بشكل خاص وأهلنا في النقب والبلاد بشكل عام لهم السلامة جميعا بالنسبة للقلق والخوف على هذا الفيروس الكورونا نطمن الأهل جميعا أن لا يوجد أي حالة مصابة بهذا المرض كان هناك رحلة طلاب العواشر قبل أسبوع في البحر الميت الطلاب كانوا بعد الساعة والواحدة والمجموعة التي يتحدثون عنها كانت في الساعات الصباح لن يكن لقاء مباشر بين هؤلاء المجموعات وفي الوقت الذي أعلن فيه مستشفى سوروكا بئر السبع عن افتتاح قسم للحجر الصحي وأعلن عن حجر منزلي لعدد من الطلاب ومعلمين من بئر السبع تلقي الشائعات ظلها على حالة الهلع غير المبررة في البلاد